يوما بعد اخر تعود الحياة الى شوارع العاصمة الخرطون التي شهدت في الايام الماضية مسيرات واحتجاجات مؤيدة لاجراءات الجيش واخرى مناهضة لها تعود الحياة لكن بوصلة الحياة السياسية لا تزال متوقفة وتراوح مكانها ومعها اصبحت الخرطون قبلة للمبعوثين الدوليين والاقليميين الذين يحملون في جعبتهم رسائل تدعو الاطراف اي اطراف الازمة الى التهدئة اذ دع المبعوث الامريكي الخاص بالقرن الافريقي جيفري فيلتمان القيادة السودانية الى التهدئة ونزع فتيل الازمة التي تلت قرارات الفريق اول عبدالفتاح البرهان كما وصل الخرطوم مبعوث الاتحاد الافريقي اولسون ابو سانغو لاجراء لقاءات مكثفة مع اطراف الازمة وعلى الصعيد الداخلي افاد مصدر عسكري ان رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبدالله حمدوك لم يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة وان المكون العسكري سيحدد اليوم مصير حمدوك السياسي واكد المصدر ان حمدوك يواجه ضغوطا كبيرا من قوى الحرية والتغيير منعته من المشاركة بالحكومة الجديدة وفي سياق الازمة الراهنة اعلن حاكم اقليم دارفور من اركم الناوي انه يرفض اي انقلاب عسكري كما يرفض العودة الى ما قبل الخامس والعشرين من اكتوبر مؤكدا وجود حوارات مع حزب الامة من اجل توحيد صفوف الحرية والتغيير للخروج من الازمة الراهنة غير ان عضو المجلس المركزي عادل خلف الله اكد ان اللقاءات التي يجريها حزب الامة القومي مع مجموعة المثاق الوطني هي تقديرات خاصة به ولا تعبر عن قوى الحرية والتغيير المشهد يزداد ضبابية في بلد اتسعت فيه رقعة الخلاف بين الشركاء بينما المواطن ينتظر ميلاد حكومة علها تخرج البلد من الهوة التي وقعت فيها